السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سنجيب على الأسئلة المرافقة لنص الوظيفي الأخير في الوحدة السادسة والأخيرة مجال الحفلات والأعياد علما النص الوظيفي مسيرة المتواصلة المرجع في رحاب اللغة العربية في رحاب اللغة العربية أول شيء كالعادة الملاحظة ألاحظ لدي صورتين مرافقتين لهذا النص بالنسبة للصورة الأولى ألاحظ أن هناك عائلة مجتمعة حول التلفاز تتكون من أم أب طفلين وجد حول التلفاز ويظهر في التلفاز صورة تجسد للمسيرة الخضراء حيث يوجد رجال ونساء يحملون العلم المغربي أو الأعلام الوطنية المغربية أما بالنسبة للصورة الثانية نلاحظ مهندسا مهندسا وألواحا شمسية الألواح الشمسية التي تتمدنا بالكهرباء وطفلين وكما تلاحظون فهذا المشهد في الصحراء المغربية إذن توجد في الصورة الأولى عائلة مجتمعة وكما قلت العائلة تتكون من أب وأم والطفلين وجد حول التلفاز ويظهر في التلفاز صورة لتجسيد المسيرة الخضراء حيث يوجد رجال ونساء يحملون العلم المغربي أما في الصورة الثانية نلاحظ مهندسا وألواحا شمسية التي تمدنا بالكهرباء وطفلين في الصحراء المغربية نقرأ النص مسيرة متواصلة قالت نوال في هذا اليوم السادس من نوانبرا تحل ذكر المسيرة الخضراء التي حكى لنا عنها أبي وأمي وشارك فيها جدي إنه الحدث العظيم الذي نحتفل به نحن الأطفال وما زال الكبار يسترجعون ذكرياتي بكل فخر قال جدي بالمسيرة استرجعنا سحراءنا وقالت أمي شاركت النساء بكثرة في المسيرة الخضراء وقال أبي واليوم نعيش في بلادنا نساء ورجالا مسيرات أخرى في كل المجالات قلت ستبقى ذكر المسيرة الخضراء محفوظة في ذاكرتنا إذن أصل الكلمة بالشرح المناسب فخر ذكرى الفخر هو كثرة الاعتزاز وذكرى هو استرجاع مناسبة استرجاع مناسبة ما الفخر هو كثرة الاعتزاز وذكرى واسترجاع مناسبة أفهم في أي يوم نحتفل بذكر المسيرة الخضراء إذن نعود إلى النص لاحظوا ماذا قالت نوال قالت نوال في هذا اليوم السادس من نوانبر تحل ذكر المسيرة الخضراء والمعروف لدى الجميع أن المسيرة الخضراء هو السادس من نوانبر إذن نحتفل بذكر المسيرة الخضراء يوم السادس من نوانبر نحتفل بذكر المسيرة الخضراء يوم السادس من نوانبر السؤال الثاني ماذا قال الجد عن المسيرة الخضراء ماذا قال الجد عن المسيرة الخضراء دائما نعود إلى النص قال جدي بالمسيرة استرجعنا صحراءنا بالمسيرة استرجعنا صحراءنا دائما نجيب عن السؤال ثم نذكر الجواب المناسب إذن قال الجد عن المسيرة الخضراء بالمسيرة الخضراء استرجعنا صحراءنا بالمسيرة الخضراء استرجعنا صحراءنا أفكر أذكر مقطعا من أغنية أو نص شعري في تمجيد المسيرة الخضراء أذكر مقطعا من أغنية أو نص شعري في تمجيد المسيرة الخضراء إذن مقطع من أغنية في تمجيد المسيرة الخضراء صوت الحساني نادي بالسانك يا صحراء فرحي يا أرد بلادي أردك صبحة حرة موردنا لازم يكمل بالمسيرة الخضرة موردنا لازم يكمل بالمسيرة الخضرة الله 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 مسيرة أمه شاب ابناته أولاده شعرها السلم والحب والغادي سعدته المهم أني أكملت معكم المقطع ونقعدة مقاطع تمجد للمسيرة الخضرة أو بعض النص الشعرية التي تمجد لهذه المناسبة أذكر مسيرات أخرى يعيشها المغرب اليوم إذن مسيرات أخرى يعيشها المغرب اليوم إذن التنمية في مجال الصحة الطاقة التعليم والبيئة التنمية في مجال الصحة الطاقة التعليم والبيئة كما قال الأب واليوم واليوم لاحظوا معي هنا واليوم نعيش في بلادنا نساء ورجالا مسيرات أخرى في كل المجالات إذن بعض المجالات التي نعيش فيها مسيرة أخرى التنمية في مجال الصحة الطاقة التعليم والبيئة أنجز أحيط ما له علاقة بالفلاحة الأشجار المثمرة صناعة الزرابي الريو بالتنقيط الملاعب الرياضية إذن ما له علاقة بالفلاحة الأشجار المثمرة صناعة الزرابي له علاقة بالصناعة والحيرف اليدوية الريو بالتنقيط لديه أيضا علاقة بالفلاحة الملاعب الرياضية ليس لها علاقة بالفلاحة أبحث أذكر أسماء الأعياد الوطنية وأدون تواريخها أذكر أسماء الأعياد الوطنية وأدون تواريخها لدينا 11 يناير تقديم وثيقة الاستقلال 30 يوليوز عيد العرش الرابع عشر من غشت استرجاع إقليم وادي الدهب 20 غشت ثورة الملك والشعب 21 غشت عيد الشباب 18 من نوانبير عيد الاستقلال إذن أسماء الأعياد الوطنية الوطنية 11 يناير تقديم وثيقة الاستقلال 30 يوليوز عيد العرش 14 غشت استرجاع إقليم وادي الدهب 20 غشت ثورة الملك والشعب 21 من غشت عيد الشباب 18 نوانبير عيد الاستقلال هذه أسماء الأعياد الوطنية في بلدنا المغرب إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة